عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادية لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى القصير والمتوسط والطويل والإجراءات الخاصة ببرنامج التروحات في عدد من القطاعات الاجتماع تطرق أيضا إلى الاستثمارات المرتقبة في مشروعات محطة تحلية مياه البحر والجدول الزمني لبرنامج التروحات في هذا القطاع والإجراءات المقرر اتخاذها وصولا لتوقيع العقود مع المطورين كما تناول الاجتماع حجم الاستثمارات المرتقبة من مشروعات الهايدروجين الأخضر التي تم توقيع اتفاقيات بخصوصها على هامش مؤتمر المناخ وما يتم اتخاذه من خطوات تنفيذية في هذا الصدد